ورنا من رشاطات رئاسة الجمهورية حيث تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصلا هاتفيا من رئيس الكونغو الديمقراطية تناول اتصال العلاقات اثنائية بين البلدين استعرض الجانبين اهم مجالات التعاون واكدوا على الرغبة المشتركة في توسعها الى افاق ارحف في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين كذلك اكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتصق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين كذلك تطرق الاتصال الى الاوضاع في القرى الافريقية حيث اكد الرئيسان موصلة تعزيز العمل الافريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والامن للقرى والعمل على تثبيت عائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية بما يتصق مع تطلعات الشعوب الافريقية هننتقل الى اخر الاخبار فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية 20-24 ورئيس مجلس الوزراء